توقفت حركة سير شاحنات نقل البضائع بين لحج وتعز عبر طريق كربا الضحي الطريق البديل والشريان الوحيد المغذي لمحافظة تعز المحاصرة ويأتي توقف حركة السير على هذه الطريق جراء عن عدم الصيانة للطريق الأمر الذي أدى لتدهور الطريق وانهيارها واستمطالب من المواطنين بسرعة إصلاح الطريق وصيانتها لتستمر في أداء دورها في إصالة احتياجات مدينة تعز والتخفيف من الحوادث المرورية التي وصلت إلى أكثر من 150 حادثة منذ بداية العام فقط وطالب الأهالي الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتوفير الصيانة العاجلة لطريق الكربا الصحي بمدرية المقاطر بمحافظة لحجة